ستقرر نانا أن تبدأ حياة جديدة مع يوسف ولكن بما أن بوراز يحب نانا فهو يريدها أن تبقى معه ستدعم نانا أيضا قرارها بالمغادرة حتى تتلقى اعترافا بالحب من بوراز لذلك تريد نانا أن يكون بوراز هو من يقدم أول اعتراف بالحب في الواقع في الحلقة القادمة ستحاول نانا مغادرة المنزل مع يوسف لكن لحسن الحظ سيعترف بوراز بحبه لنانا لذلك سوف تتوقف نانا عن الذهاب من المستحل أن تغادر نانا على أي حال لأن نانا هي الشخصية الرائدة في المسلسل كما يجب على نانا أن تتزوج من بوراز وتكون سعيدة لأن موضوع المسلسل يدور حول زواج نانا وبراز والسعادة وفي الحلقة القادمة ستبدأ الحقائق في الظهور فما هي هذه الحقائق؟ دعوني أجيب على هذا السؤال على الفور إذا كنتم تتذكرون في الحلقة السابقة بدأ شاهن يستعيذ ذاكرته لكن سمح وكانسل أفرغ كبسولات الدواء حتى ليتمكن شاهن من تذكر الحقائق علمت أخت بوراز الحقيقة وهكذا ظهرت الحقيقة على الأقل قليلا لكن أخت بوراز لن تخبر بلا حقيقة رغم أنها تعرف ذلك لأن كانسل ستخدع شقيقة بوراز وتقول إنها تغير الأدوية لشاهن لكن في النهاية سيكشف شاهن الحقيقة لأن ذاكرة شاهن سوف تعود عندما يكشف شاهن الحقيقة يقوم بوراز بمعاقبة كانسل أو سمح ولكن إذا لم تكن نانا حضرة فسيتم اختطافها من قبل سمح حتى نانا ستتأذى بسبب سمح لكن لحسن الحاض سينقذ بوراز نانا نانا لن تموت من المستحيل أن تموت نانا على أي حاض في الحلقة القادمة سيتزوج بوراز من نانا وهكذا ستزدد مشاهد الحب في المسلسل كما أن نانا و بوراز سيكون لهم طفل من هذا الزواج في الواقع سيكون هناك زوجان أخران في المسلسل بعد زواجنا نانا و بوراز لأن عيش وفريد أينور وسنان سوف يقيمان حفل زفاف المزوج ويتزوجان لذا تنتظرنا جميع المفاجأة كبيرة في الحلقات القادمة إذن هل تعتقدون أمونا بوراز سيكتشف الحقيقة؟ سأكون في انتظار تعليقتكم أدنى